وللحديث أكثر عن الأسواق الخليجية نضم إن عبر الأقمار الصناعي من الكويت أستاذ العلام الاقتصادي الدكتور إبراهيم العنقيل أهلا بك دكتور وأود بداية أسألك كيف تقرأ اليوم تداول مؤشرات الكويتي اليوم قياسا بيتراجعها الجماعي في جلسة أمس أهلا بك سلمان وأهلا بمشاهدينك الكراس الكويتي مازال سوق يعني مهم جدا ما زالت شهية المستثمرين مفتوحة للتداول فيه رغم أن هناك أربعة وسبعين شركة خارج التداول وتمانية وخمسين شركة تتداول في منطقة الحمراء ولكن تواكب ضعف السوق مع إعلان ستاندران دي بورز التصنيف للكويت بنظرة مستقبلية مستقرة وتواكب أيضا في إعلان وزارة المالية الخطة التلموية وميزانية الكويت لعام 2017-2018 ولكن هناك شراء قوي على القياديات والدليل على ذلك أن هناك قرابة 2700 صفقة بما يعادل أكثر من 9 مليون دينار كويتي وفي الحقيقة هناك أكيد المؤشر السعري ارتفع لفوق 44 نقطة وهذا يؤكد أن أرباح الشركات أو الشركات القيادية التي أعلنت أرباحها فتحت شهية المستثمرين في اللحظات الأخيرة أو في النصف الأخير من تداولات السوق للتداول عليها ومحاولة جني أرباح في السنة القادمة أو نهاية العام 2018 العام الحالي ولكن لا بد أن سلمان أن نؤكد على شيء مهم جدا أن تواكب كل هذا الضعف مع التصنيف السيادي مع إعلان خطة التنمية مع رفض لجنة الميزانيات في مجلس الأمة لمية وعشرين مشروع معللين بأنهم لا جدوى لهم في الوقت الحالي الحقيقة لابد طبعا الحقيقة السوق الكويتي مازال سوق مميز مازال سوق يحتاج إلى النظر في بعض القوانين وخاصة قوانين هيئة أسواق المال اللي هو القانون مية وعشرين الذي حول على أثره بعض المتداولين إلى النيابة القانون سبعة كل هذه القوانين منظورة حاليا أمام مجلس الأمة للنقاش فيها وخاصة قضية الرقابة قضية الميزانية هيئة أسواق المال قضية الشركات الوساطة التي عليها رسوم سنوية مئة ألف دينار قضية رأس مال المقصة نصف مليون دينار كلها هذه القضايا يعادل يعادل النظر فيها وقلبا على نفسية وسوق الأوراق المالية في الكويت نعم شهدنا بنسبة أولى تداولات هذا الأسبوع أنه تراجع المؤشر في جلسة أمس يأتي هذا في ظل كذلك أنه شهدنا أنه الخفاض في الكميات وقيمة تقريبا أنه سلوك معتاد عليه منذ بداية تداولات الأسواق الكويتية في بداية العام قراءتك بنسبة هل تعتقد أنك ترقب بالنسبة لنتائج الشركات ربما يكونوا تأثير بالنسبة على أداء الأسواق الكويتية خلال الفترة المقبل وكذلك خاصة الأسهم القيادية الحقيقة لابد أن نعلم أن الأسهم القيادية في الكويت منها تقريبا ما يقارب من 25% لـ 30% لم تعلن أرباحها وكل المتداولين في سوق الأوراق المالية في الكويت ينتظرون إعلان أرباح الشركات القيادية ورغم كل هذا إلا أن القيم تتزايد يوما عن يوم قيم التداول ما زالت في تصاعد قيم التداول لو نظرنا في أول التداول اليوم أو أمس ما يقارب من 5 مليون و4 مليون دينار تصل إلى نهاية التداول إلى 9.9 مليون دينار نجد أن هناك أيضا عدد الصفقات تبدأ بصفقات قليلة ثم تتصاعد تتصاعد حتى تصل إلى 2700 أو 2900 صفقة هذا يدلل على أن الدخول في السوق لابد أن يكون رويدا رويدا لابد أن يكون الترقب للأسهم والشركات التي تعلن أرباحها في نهاية اليوم لابد أن نراقبها بشكل جيد لأن هناك شركات اعلنت عن أرباحها والحقيقة كانت العكس الأرباح مرحلة وليست أرباح تشغيلية فلابد وخاصة أن المتداول في سوق القويت لأوراق المالية قارئ جيد للميزانيات وقارئ جيد لما هو قادم بالأرقام وعندما يرى أن هناك 47 سهم خارج منصة التداول لابد أن يتراجع إلى حد ما ويعيد النظر في تداولاته في خلال الفترة القادمة نعم كذلك بالنسبة إلى الناحية الفنية يرى البعض أن ملامسة السوق لمستويات ومؤشر لمستويات الدعم 6602 نقطة هذا يعطي بنسبة أن يدفع المؤشر الاختراكة هذا المستويات ورصول لمستويات 6605 نقطة برأيك هل سنشد ربما هذه الاختراكات بعد علانة الشركات أم أن المؤشر الآن خارج هذا الفترة يعتبر خارج النطاق الفني الحقيقة لو حللنا تحليل فني سلمان نجد أن المؤشر يغرد خارج السر بمعنى أن القيم التداولة الحقيقية لا تتناسب مع القراءة الفنية والقراءة المالية للمؤشر المؤشر السعري ومن زمن بعيد أكدنا وتحدثنا كثيرا أن المؤشر السعري مازال مؤشر معيب ولابد النظر فيه مرة أخرى لأن قيم التداول وحجم التداولات الموجودة في السوق لا يعبر عنها مؤشر كويت 15 وهو مؤشر القيادات 16 شركة القيادية في السوق مؤشر السعري والمؤشر الوزني أيضا يختلفان الأسنان يختلفان في القراءة فلابد أن نوحد قراءات المؤشرات أو نقرب قراءات المؤشرات على أقل من النحية الفنية لابد أن نضع الأمور في نصابها الحقيقي بأن هناك شركات قيادية أرباحة حقيقية وارباحة قوية لابد أن يعبر عنهم المؤشرات أو المؤشر السعري أو المؤشر كويت 15 أما هناك شركات أيضا غير تشغيلية تحدثنا كثيرا وتحدثنا لمشاهدين الكرام وتحدثنا للمسؤولين بأنه لابد أن تخرج هذه الشركات خروجا اختياريا من السوق لأنها أرباحها لا تعبر عن مستوها وليس لديها موجودات وأصول وليس لديها مقرات أو أرباح تشغيلية نعم كذلك بالنسبة لشركة كيميفيك والتي تقدمت إلى هيئة أسواق المال في الكويت لتصبح تكريبا أولى الشركات كصانعة للسوق الكويتي إقراتك بالنسبة لهذه الخطوة خاصة قطعة شوت كبير في هذا الخصوص وبهو انطباعك بالنسبة هنا أولى الشركات الحقيقة سلمان شركة البورصة تخطو خطوات قوية نحو المستقبل أولا بالنسبة لتقسيم السوق لثلاث أقسام خلال أبريل القادم نقلة نوعية لسوق الكويت الأوراق المالية بالنسبة لدخول السوق لمؤشرات عالمية والسوق الناشئ خطوة نوعية لنحو المستقبل هيئة أسواق المال الحقيقة تقف بالمرصاد لكل من يخرج عن الإطار وعون الإجراءات القانونية ولكن كما تحدثنا في السابق بأن قانون هيئة أسواق المال في الوقت الحالي يحتاج إلى مراجعة من مجلس الأمة الحكومة قدمت مشروع خلال الشهور الماضية ولكن مجلس الأمة لم ينظر هناك صدام في أن القوانين التي قدمتها الحكومة لا تعبر عن أماني وتطلعات المستثمرين ففي حالة من الرفض لبعض القوانين كما تحدثنا القانون 122 والقانون 7 والقوانين التي تعيق الحرية الاستثمارية داخل البرصة رغم كل هذه إلا أن السوق الكويتي سوق يمتلك شركات قوية يمتلك بنوك لديها ملاءة مالية كبيرة يمتلك شركات نوعية من نفط وخدمات ومالية الحقيقة ما زال يفتح شهية المستثمر نحو التداول نعم أستاذ العلامة لأستاذ الدكتور إبراهيم العنقيل كنت معي من الكويت شكرا جزيلا لك